السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم عن موضوع جديد بعنوان قصة نبي الله ادريس وعلاقته بمصر والمصريين واتمنى ان الموضوع ده ينول اعجابكم وما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اهلا بكم مرة تانية نبي الله ادريس من زرية ادم عليه السلام ويسمى نبي الله ادريس ايضا باسم اخنوخ سمي باسم ادريس لكسر الدراسة ومعرفته بالعلم لان كلمة ادريس مشتقة من الدراسة والعلم رفع الله سبحانه وتعالى سيدنا ادريس الى السماء وكان اثناء حياته صاحب صناعات كثيرة فهو اول من خط بالقلم بعد ادم عليه السلام وهو اول من قطع السياب وخاطها كان نبي الله ادريس سالس الانبياء بعد شيس ابن سيدنا ادم وبعد نبي الله ادم عليه السلام يقول بعض المؤرخين ان نبي الله ادريس ولد بمدينة بابل بالعراق ويقول البعض الاخر انه ولد بمصر وبعد ان كبر نبي الله ادريس دعا الى عبادة الله الواحد الاحد عاش سيدنا ادريس حوالي تلتمية عام يدعو الناس الى عبادة الله ويدعو الى جتناب المحرمات جاء في بعض الروايات ان الله رفع سيدنا ادريس حيا الى السماء حيث رفعه الى السماء الرابعة التي قابله فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اثناء رحلة الاسراء والمعراق وعندما قابله وعندما قابله سيدنا محمد في السماء الرابعة سلم عليه ورد ادريس على محمد السلام رفع الله قدر ادريس في الدنيا ورفعه ورفعه الله الى السماء حيا وقبض ملك الموت روحه في السماء كما امر الله ملك الموت ان يقبض روحه في السماء يسمى ادريس في التوراة باسم اخنوخ ويسمى في القرآن الكريم باسم ادريس اما في الثقافة المصرية القديمة فسمي باسم هارمس وهارمس معناها المقام العالي او كما سماه المصريين القدماء باسم هارمس الهرامس علم نبي الله ادريس المصريين الكتابة والحياة اي انه علمهم خياطة الملابس والزراعة وتخطيط المدن وفي حقيقة الامر ان الكرآن الكريم لم يذكر الكثير عن نبي الله ادريس ولكنه من اقرب الانبياء لزرية سيدنا ادم كان نبي الله ادريس كما قلت سالس نبي بعد ادم وشيس ابن ادم يجب يجب ان لا ننسى ان ادريس هو اول من خط بالقلم وصنع الصحف ذكر في القرآن الكريم واسكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا جاء ذلك في سورة ماريم المعروف ان نبي الله ادريس حكم مصر قديما وبنى بها بيوتا للعبادة رحم الله نبي الله ادريس وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى انبياء الله جميعا شكرا ليكم الى اللقاء في الفيديوهات اخرى قادمة كان معاكم محمد مصطفى استاذ علم المصريات السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة